لا تضيع وقتك اذهب واجلس أنت تضيع وقتنا لا تفعل ذلك لا تريد أن تعطي الجواب إنك خائر وتنفس الروح لمريم على انفراد هو مجرد جزء من كل إنسان هل أنت مسيحي مبشر؟ أنا مسيحي آه أنا لم أنهي كلام قرر أن ينجب ولدا لقد قلت في محاضرتك أنه ليس لله ولد وهو أعظم من أن ينسب له ولد وحتى أنك قلت أنه كيف ينبغي للناس قول ذلك إنه قول مسيء لله ومن هنا أريد أن أذهب مباشرة إلى النقطة الأولى وهي بشأن الله هل أنجب ابنا أم لا ومن خلال فحصي للقرآن وسأتدرج به آية تلو الأولى أخرى لرؤية بعض الأشياء فمثلا يقول القرآن في السورة التاسعة والثلاثون الآية الرابعة وأريد أن أقرأ هل يمكنني أن أقرأ؟ لم أستطع سماع الجزء الأخير ماذا تقول؟ في القرآن السورة التاسعة والثلاثون السورة التاسعة والثلاثون الآية الرابعة الآية الرابعة ماذا تقول؟ حيث تقول لو شاء الله أن يتخذ لنفسه ولدا يمكن أن ينجبه أو يختار ما يريد من خلقه لا أستطيع سماعك جيدا يمكنك أن تقرأها أنت الصورة 39 الآية الرابعة الآية الرابعة نعم أكمل اقرأها أنت نعم أريدك أن تقرأها أنت اقرأ أنت الصورة 39 الآية الرابعة إذا أراد الله أن يتخذ لنفسه ولدا أو يكون له ولد بإمكانه أن يختار أي شخص ومن يشاء من خلقه وهذا معناه يجب أن يكون لدي ابن وهذا ابني وابتداء من هذه الآية القرآنية من الواضح أن الله يمكن أن يختار أن يكون له ولد آه حسنا سوف أعطيك الرد هل هذا هو سؤالك؟ لا هذا ليس سؤالي حدد ما هو سؤالك أنت تسيء تفسير القرآن ما هو سؤالك؟ أخبرني وهذه الآية لا تعني ما فسرته أنت سأفسرها لك جيدا لكن اطرح سؤالك وسوف أستمع إليك هناك العديد من الآيات القرآنية التي أريد أن أستخدمها لبناء السؤال ما هو سؤالك؟ السؤال هو هل يمكن لله أن يكون له ولد؟ فعندما ننظر إلى ما هو في القرآن هو بنفسه يقول إذا أراد الله أن يكون له ولد فهذا يعني أنه قرر أن ينجب ولدا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية ذكر في القرآن في السورة السادسة الآية 101 قال أنه هو منشئ السماوات والأرض فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ وهو خلق كل شيء ويمكنه معرفة كل شيء والآن لا أدري إن كنت أستطيع أن أستمر استمر وأطرح سؤالك في السورة السادسة الآية 101 إذا اختار الله أن يكون لديه زوجة هذا يعني أنها ستكون شريكة له يكون لديه زوجة لأنه لا يملك شريك ولكن في سورة آل عمران الآية الخامسة والأربعون وهذا نفس السؤال عندما سألت مريم الملاك وكان الملاك هو الله جاء بهيئة رجل بكل احترام وبالحوار معها أخبرها أنه سوف يكون لها ابن سألته كيف يكون لي ولد ولم يلمسني أحد فهما كانا قادرين على أن يكون لهما ولد بدون زواج وهنا يظهر التناقض بين ما ذكر هنا وما ذكر في السورة السادسة الآية 101 سؤال جيد جدا ما هي أول آية قرآنية ذكرتها؟ المرجع الأول السورة 39 الآية الرابعة حسنا الأخ ذكر آيتين سورة الزمر الآية الرابعة وسورة الأنعام الآية 101 وفي الآية الرابعة من سورة الزمر يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار والآن الأخ يسأل سؤال إذا شاء الله أن يتخذ ولدا فإنه يستطيع ومثله في سورة الأنعام الآية 101 يقول الأخ هذا هو السؤال إن الله يمكن أن يكون اتخذ ولدا هل هذا هو سؤالك؟ نعم لكن الآية واضحة جدا لو أراده فمعناها أنه لا يليق أن يكون لله ولد ويجب أن تقرأ الآية في هذا السياق ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار اقرأ السياق كاملا ولا تقتبس منه يقول الله إن هؤلاء الناس هم كاذبون وكفار بالله ثم بعدها يقول الله لو أراد الله وذلك يعني أن الله لم يتخذ ولدا إنها رواية كاذبة لذلك اقرأ السياق كاملا السياق يقول لا شك بالله ولله الدين الخالص والله لا يرشد من هو كاذب كفار ثم تبدأ الآية التالية في السياق الكامل لكنك اقتبست من هذا السياق والله يقول كل هؤلاء الناس الذين يقولون الله له زوجة الله له ولد الله له شريك إلى آخره إنهم كاذبون ثم يقول الله لو كان الله لو كان الله ينوي أن يتخذ ولدا يمكن أن ينجبه ثم بعدها يقول سبحانه أي أنه تعالى عن ذلك الكلام بأن له ولد لو سمحت لا تقاطعني دعني أكمل أنت سألت السؤال استمع للإجابة أنت لا تفهم القرآن الله قال أنهم كاذبون وما تفعله أنت تأخذ آية من القرآن بعيدا عن السياق وتحاول التضليل بها وتقول كل هذا الهراء لكن من يقول ذلك يقول الله عنهم إنهم كاذبون وحتى الآية التالية في نفس السياق لقد فعل الله أفضل من هذا بكثير تكلم عن خلق السماوات والأرض والليل والنهار ثم نأتي إلى السورة التالية سورة الأنعام الآية 101 يقول أنه بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله يعطي الجواب كيف يمكن أن يكون له ولد ولم تكن له زوجة وهو خلق كل شيء فعندما يخلق كل شيء كيف سيحتاج لشيء هو خالقه لذلك يقول الله كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة وخلق كل شيء وصور لكم كل شيء وهو بكل شيء عليم هذه الآية غاية في الوضوح الله لم يشاء أن يكون له ولد هناك آية في القرآن تقول قل لو كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين أي أن الله يقول ويخاطب سيدنا محمد قل يا محمد أي قل لهم يا محمد لو كان لي ولد فأنت أول العابدين وهذا يعني أن الله ليس له ولد لم يلد ولم يولد ينبغي عليك قراءة القرآن كاملا لا يمكن أن تستخرج من السياق القرآن واضح جدا وفي سورة الإخلاص يقول الله قل هو الله أحد أي أن الله واحد الله الصمد أي أن الله هو الدائم المطلق لم يلد ولم يولد أي أن ليس له والدين وأبناء وهذا هو تعريف الله يجب عليك معرفة تعريف الله ثم حاول قراءة الآيات الأخرى لا يمكنك قراءته خارج السياق وتحاول تضليل الناس الله يقول إن في هذا العالم هناك أشخاص كاذبون وسيقولون أن لي ولد لو سمحت أنا لم أنهي كلامي عندما تسأل السؤال يجب عليك أن تسمع للإجابة هذه ليست جلسة نقاش أنا لم أنتهي من الإجابة الآية العشرون والآية العون أقول لك لم أنهي إجابتي أكمل سيدي هل تفهم الإنجليزية؟ أكمل يا سيدي أنت يمكنك سماعي أنا لا يمكنني سماعك بسبب الضجيج الكثير هنا لذلك استمع عندما أنهي الإجابة يمكنك أن تتحدث تعريف الله في سورة الإخلاص السورة رقم مئة واثنى عشر من الآية الأولى إلى الرابعة قل هو الله أحد لا تستطيع أن تأتي لي بآية من القرآن تقول أن الله إثنان ثم تأتي وتقول يوجد تناقض ليس هناك تناقضا في القرآن يقول الله عز وجل في سورة النساء الآية الثانية والثمانون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالنقطة الأولى لا يوجد تناقض في القرآن حتى نضع افتراضات أن الله يقول كذا وكذا فالله يقول إذا كان له شريكة فكيف تقول أن له ولد ونأتي الآن إلى مسألة في سورة مريم في الآية التاسعة عشر عندما يأتي رئيس الملائكة جبريل ويقول يا مريم أنه سيكون لكي ولد فتجيب كيف سيكون لي ابنا ولم يلمسني أحد كيف يكون لي ولدا ولم يلمسني رجل وقد هزني الرد الذي قدمه الملاك جبريل قال كذلك قال ربك هو علي هين أي أن هذه إرادة الله لكن ولادة عيسى لم تكن طبيعية نعم لأنه عندما تريد الحصول على طفل يجب أن تكون هناك عملية إنجاب كاملة ولكن بلد بهذا الشأن جاء الرد من الله وكذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضية فعندما خلق الله آدم خلقه من غير أب وأم وخلق حواء مع آدم بدون أب وأم وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولن يقضي الله أمرا غير جيد فعندما تكون إنسانا وتنجب طفلا مع شريكة حياة فهذا أمر طبيعي لا يتعارض مع شيء وهذا كلنا نفهمه ولكن في ولادة عيسى عليه السلام وجد هنا أمر الله الله يقول لا ليس لي ولد لم يلد ولم يولد هذا هو تعريف الله في اللحظة التي تنجرف فيها وتقول أن لله ولد فهذا يعني أن الإله ليس إلها عليك أن تفهم تعريف الإله ففي القرآن لم يلد ولم يولد في اللحظة التي تقول فيها ولد الله ولدا لن يكون هذا هو تعريف الإله هل فهمت؟ هل يمكنني طرح سؤال؟ هل فهمت هذه الإجابة؟ في اللحظة التي تقول فيها ولد الله ولدا فذلك ليس الله لكن سورة القرآن التاسع والثلاثون الآية الرابعة تنفي هذا القول تماماً يقصد لو كان لله ولد هنا يضرب مثالاً ساخراً إنها البلاغة لو كان للرحمن ولداً فأنا أول العابدين هذا لا يعني أن لديه ولد على سبيل المثال لو أنك مسلم لعطيتك مليون دولاراً لكنك غير مسلم هذه هي البلاغة إذا كان لله ابن لكنت أول من عبده ولأنك لا تفهم اللغة الإنجليزية بالشكل الصحيح تحاول أن تقتبس شيئاً من هذا السياق لتقوله أولاً اقتبست آية من السياق وهذا الاقتباس سوف يضلل الناس والآن أوضحت لك أن السياق كاملاً هل اقتنعت أنك أخطأت عندما نقلت شيئاً خارج السياق؟ إذا كنت تريد مني أن أقتبس من البداية كان عليك أن تفعل ذلك في وقت سابق هذه ليست مشكلة لقد أخطأت أنت أخطأت إذا قلت لك أن القرآن يقول أن الله هو المسيح ابن مريم هل كنت تعرف ذلك سابقاً؟ إنها خارج السياق عسناً لا انتظر اسمعني انتظر انتظر القرآن يقول في سورة المائدة الآية السابعة عشر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهذا ما يفعلونه الذين يكفرون السياق كاملاً لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وعندما يأخذون جزءاً من السياق يقرؤون من عند إن الله هو المسيح ابن مريم هذا هو التكذيب والتحريف ليس تحريفاً ماذا ليس هو تحريف؟ التحريف حتى وفقاً للإسلام هو أن تنسب إلها إلى إلها آخر إذا اقتبست جزءا خارج السياق فهو عمل شيطاني إذا فعلت ذلك عمدا فهو أمر شيطاني لذلك يجب عليك اقتباس السياق كاملا والذي لا يمكن اقتباس نصفه فقط لقد أجبت بالفعل على سؤالك لا انتظر لا تقول لا فأنت تعطي ثلاث مراجع من القرآن وأنا أعطيتك ثلاث مراجع من القرآن صورة الزمر الآية الرابعة وصورة الأنعام الآية 101 وصورة مريم الآية 19 فأجبت على أسئلتك الثلاثة جميعها أنا لم أقل أنني انتهيت أنا كنت لا أزال أقتبس هذا ليس وقت النقاش إذا كنت تريد المناقشة قم باستئجار قاعة وأرسل بطلبي لمناقشتك لا نقاش لا نقاش إنها جلسة الأجوبة والأسئلة هناك سؤال أضافي أخير في آية قرآنية رقمها 21 وأختم السؤال عند السورة رقم 21 الآية 91 أي سورة؟ السورة 21 الآية 91 يقول الله أولا هل وافقت على أنك قدمت خطأا في الآيتين الأولتين؟ قل نعم عندما تقول أن الله يمكن أن يكون له ولد هل هذا صحيح أم خاطئ؟ هو قال ذلك الله له ولد؟ ليس أنت من يقرر إنه ليس أنا ليقرر الله ما إذا كان استمع استمع انتظر انتظر لا أحد يتحدث عندما أتحدث ألا تفهم الإنجليزية؟ لماذا تفعل ذلك؟ أنا أفهم الإنجليزية لماذا تسألني هذا السؤال؟ تكلم الإنجليزية أنا أعتقد أنك لا تستطيع أن تتكلم الإنجليزية أنا أفهم إذن لماذا تكسر القواعد المعنية بالحوار؟ لا يمكنك التحدث في أثناء إجابتي عن أسئلتك أنت تعرف ذلك أنت تعلم أنه أنت تكسر القواعد مرة أخرى أنت تتحدث الآن هل هذا نقاش أم سؤال وجواب؟ بمجرد طرحك السؤال يجب أن تبقى هادئا هل أنت مسيحي مبشر؟ هل أنت مسيحي مبشر؟ ماذا تعني؟ هل أنت مسيحي مبشر؟ أنا مسيحي آه أنا مسيحي مسيحي مبشر أنا مسيحي هل أنت مبشر؟ أنا مسيحي هل أنت أب؟ لا هل أنت قس أم أب أم ماذا؟ لا أنا مسيحي آه تخافوا أن تقول حسن لقد قلت السورة 21 الآية 91 أنا لم أقل سؤالي فيه حتى إذا كنت تسمح لي أن أقول سؤالي حتى تتمكن من الرد عليه السورة رقم 21 الآية 91 وسؤالي هو ومن ضمن الأسئلة السابقة فقد قال الله هو الذي أرسل ملكه جبريل ليذهب وينفخ الروح بالجزء الخاص لمريم الآن أنا أنظر إليها حتى من الناحية الإنسانية إذا قمت بفعل شيء لأي امرأة ونتج منها مولود ويخرج منها فأنا المسؤول عنها وعنه والآن إذا كان الله الذي يرسل ملكه الذي يأخذ روحه وينفخها في مريم إذن الله هو المسؤول عن ذلك الطفل وذلك الطفل هو ابن الله وكأنني فعلت ذلك لأمرأة وذلك الطفل ابني حسنا الآن هل فهمت أول إجابتين سابقتين نعم نعم هل كنت مخطئا؟ أنا أفهمك هل كنت مخطئا؟ أنا أفهمك جيد جيد إذن في الإجابتين الأولتين متفقين على أن الله ليس له ولد والآن سوف أجيبك على السؤال الأخير فلا تقاطعني من فضلك إنه لم يذكر اسم السورة السورة هي سورة الأنبياء رقمها 21 ورقم الآية 91 والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ويقول الأخ أن الله سبحانه وتعالى نفخ فيها من روحه فولد عيسى عليه السلام صحيح؟ نعم أنا أتفق معك في ذلك هل تعلم أن الله يقول في القرآن في سورة الحجر إن الله غرس الروح في كل إنسان؟ فهل هذا يعني أن جميعنا أبناء الله؟ أنت لا تفهم يقول الله في سورة الحجر الآية 29 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله يقول في سورة السجدة في الآية التاسعة ثم سواه ونفخ فيه من روحه أي وضع روحه في كل إنسان والآن المشكلة هي أنت تقرأ آية واحدة ولا تقرأها كاملة هل قرأت القرآن كاملا؟ أنا لم هل قرأت القرآن كاملا من الغلاف إلى الغلاف؟ هل قرأت القرآن؟ بقدر ما أستطيع آه بقدر ما تستطيع إنه يستطيع القراءة فقط خمس آيات أو عشرة آيات فقط لا أكثر بقدر ما أستطيع ما تخشى قوله أنك آسف لأنني لم أقرأه كاملا من فضلك لا تتحدث وأنا أتحدث لقد انتهى السؤال وأجبتك عليه بالفعل الآن لا تتكلم ودعني أكمل جاء هذا الشاب ليخدع الناس بقدر ما استطاع إنه خائف من قول ذلك قل قرأت مئة آية أو مئتا آية أو ألف آية يحاولون مهاجمة المثال الجيد سأقول لكم كيف يأتون حتى في بلدي يأتون ويطرقون الأبواب عندما يستمع المسلم العادي اقتباساته من خارجة عن السياق يشعر بالارتياب وهذه الاقتباسات كانت خارجة عن السياق اتفق معي على الإجابتين الأولتين هل سيتفق أن القرآن يقول أن الله نفق الروح في كل إنسان؟ فهل هذا يعني أن كل إنسان هو الله وتنفس الروح لمريم على انفراد؟ هو مجرد جزء من كل إنسان ماذا يقول القرآن في السورة 21 آية 91؟ يمكن للجميع قراءة القرآن لا تضيع وقتك اذهب واجلس أنت تضيع وقتنا لا تفعل ذلك لا تريد أن تعطي الجواب إنك خائف كنت خائفا من قول أنك لم تقرأ القرآن بقدر ما أنا أقرأه يمكنك الذهاب إلى الإنترنت واجمع آيات من القرآن وحاول خداع الناس بها اقرأ القرآن كاملا وبعد ذلك تعالى وناقشني هؤلاء يدربونهم على جمع الآيات من خارج السياق من قبل المبشرين وعلى كيفية السؤال خارج السياق اذهب ولا تضيع وقتنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة